في سلاح الإشارة الشريية حفظ الله القوات الشريية مستنفرين هم قفلوا أول ناس دخلوا مع عسكرات قافلة شريية أول ناس دخلوا مع عسكرات استنفار ثلاثة شهور المعسكرات كانت من ثلاثة إلى ستة فيها الجميع هم قفلها عسكرية أول من وصل الخرطوم أي مجند مستنفر كان ضارب له خمسة أسلحة أساسية ولما ندخلوا أسبوعين هم الساقوا المسيرات وهم الساقوا المدرعات وهم الساقوا الدبابات هم كانوا جهزين الشريية تخيل ان الشرقية دي الليلة كانوا يكونوا الدعامة بين الاتجاه دا داخلين على مدن ومحاصريننا الدعامة الليلة كانوا يقول لنا احنا داخلين محاصرين الفرغة الاولى فاضلين 12 كيلو من جهة القضارف دي ما احنا بيقول له ونحس تخيل المنظر دا تخيل انه ان كانوا جونوا بجهة السنر تخيل كانوا جونوا بجهة الخرطوم بتخيل انه الدعامة الليلة كل يوم بيقول لنا والله ادخلنا 7ّ8 غرى المنطقة اكس احنا داخلين الجزيرة داخلين الجزيرة داخلين الجزيرة والقادة حقيننا في ولاية الجزيرة الجيش انسحابو دا بالمناسبة عمل في الدعمة السريع عملية عملية بطالة هو الدعمة السريعي داع شنو ? قال داع الخش مدني jedenجيش غلاؤخش خش مدني خلصة مدني جلا داع الخش الفرغة الاولى قليع خش خش الفرغة الاولى طلعنا برة اربسنا بس دا كل حصل القوة بتاعت الدعم السريعي في الجزيرة ما في زر حيطلع حي الكلام ده يا أخوة أنه والله ما تهتيد انت دار تطلع حي تمشي بوين هتطلع من مدني دي هتطلع كيف الناس اللي قاعدين في مدني بتسمع الليلة كيكل موجود 90% من زيارة كيكل خلال الأسبوع الفادة والفطور الفطر مع نظارات وخش غرى والشكرية ولذا ناس الحاجة اللي كان بيعمل فيها كيكل بيعمل في حشدي متمعي وناس يدوا يتحركوا والله يضربوا التلفونات الغيادة السلام عليكم والدكم كيكل دي أخوان كيكل دي أخواننا ما خلاص يعني تابو كيزيته بالشيخ الشيخ دك قال لي احنا نترفع هانو بجي تنسى ورات كيه بتخيل بتخيل نفسي لا يتكلم في الناشونال تي في ايه الأدب ده قصديش يخلمين الواحد ما بيقى يلقبت أخواننا ما اللغاءات كترت كمان انا كذور كرر من الجيش جابوني في التلفزيون في الناشونال تي في والرياح يسمى بالرزلة هويتك ترفع ترفع هالمهم كيكل بيحمل في حشود مدنية تجيف معاه وتبدأ تتواصل كيكل متورد في مدني موضوع دي أخواننا ما بقوله عشان الدعم السريع حيلقى لا مخرج ولا ما مخرج ولا الجيش يتحرك كيكل اتورد في مدني اي زول في مدني ما حيطلحي اي دعام في مدني ما حيطلحي اي متعاون في مدني ما حيطلحي في جهات الناس اس يقول لك يا صرف يا اخي الكلام بتاع عندكم كده بتوضحه حركة الجيش يا اخواننا احنا بنوضح حركة الجيش احنا مع الشيء مدني دي حس فيه اتجاهات عندنا نفات 9 كيلو 9 كيلو من مدني وانوار مدني بتصهر والله العظيم وديك مدني ردراك كده مع الساعة اثنين نظهر تجيب في الزلق نجي بيشوف سراب ده الانعكاس بتاع ضو مدني صور مدني بالنهار بتصهر في في السراب الساعة اثنين وضهر ديك في الزلق المسخين ده بتصهر باتجاهات احنا 12 كيلو الكلام ده حقيقة بل لك اصرفه لو قدت كده ملعاده ما يمشي ازرع الغام ازرع الغام وبنادورة خلي ازرع الغام وبنادورة انا جايك في مدني هيمرقك مني مني انا لسه ما استخدمت سلاحة طهران في مدني مدني عندنا فاشنا مواطنين نطلعوا وجيشنا انسحب غياداتنا انسحب المستشفىات اتقفلت قاعدين فيها دعامك ما انا حنزل المدني دي في الواطع عندكم في شنو فاتن ما حنزلها مدني دي حتتحارس في وجراسك ونادعام حتمش بين عندكم سكتين تمرقوا بين عندك الكبرى بتاع رفاعة وحنتوب انت ما تخليك دعامي مغفل وتطلع تقعد تقول لي والله انت جزي انت ما حتسوي حاجة والكلام ده بالمناسبة ساعات انا ما بتكلم بعشن في الناس انتوا ساعات القاعدين في مدني ما حتطلع ساعات الموضوع ده ما فيه ما فيه اي فرصة للتفاول ما عندكم اي مخرج القاعد في مدني دي ما حتطلع حي المعركة اللي بتحصل في مدني دي الموقف ده كان حيكون فيه الجيش السوداني بالمناسبة لكن لانه مؤسسة شنو يعني مؤسسة يعني الجيش ده فيه زول قال الحاجة دي فيلم دي احنا خشيناه قبل كده احسن ما نخشوا تعالوا ننسحب الجيش كان حيتورط نفس الورطة اللي فيها الدعم السريع ما دريفها مخرجين فيها كبريين بس فيها كبريين والباقي ده بحر حتمشي وين السؤال هنا الى اين ستسهب ايها الدعام القاعد في الجزيرة قال ليك الدعام عنده المسيرات يا اخي ما يجيبه مسيرات يا اخوان الموضوع ده ما لكم ده تقريفون مشنو في المسير المسير حتعمل شنو ما تضرب دانا ما تضرب دانا المسير بتشاه فينا الراجمات الاربعين دليل والمراجمات اللونه ابيض دي راجمات اسرائيلية دي فيها تمانين ساروخ بتطلح في الدقيقة تمانين ساروخ تمانين ساروخ قاعدين ده الجبان نازل قاعدين في كارري ما في حاجة ده الجبان مستشفى النو وشغال حسي مستشفى النو طيب الناس حسي ده بيلعبوا في ضمن وبسم عفو الله في ده قاعدين في مستشفى النو ومكسرة كلها وما فيها غرفة عمليات عديلة بتموها بالشاش بتموها با 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 بيغطل لك بعمل لك عمليةك تقوم تفرفرس في امان الله لانها مبروكة ومحروسة بياسين الدعم السريع عنده مدافع دي حجيب له زخيرة من وين هس يدعال الدعم السريع السلام عليكم يا دعامة كيكل كيف اخبارك كيكل دي معلص بتاع السلاح اشترا وعنده قروش وخاطف نسوان وعنده اكل انا محاصرك يا كيكل ولكن البتاعك ده والصواريخ دي حتبده تهاجمني بيه ولا الدافع كيكل عنده كيكل ما ودا الجيش ما ودا المؤسسة العسكرية ما معه كهنة حاجه يقول له احنا الزخيرة حقتنا الاثنين وثمانين دي نشتغل بها هجوم والدانات الطويلة المدى نشتغل بها دفاع بيتين نهاجم وبدين لنا دافع ما فيزل حيوريه كيكل قاير روح لبس الدبابير الفوق اللي وديه هو ليو جدجد هو ما ليوه هو ليوه في الخراب والله لو جاء ابوك ذاته يا كيكل انت حتموت حتموت لو جاء ابوك عديل وابوك ذاته يجي في عائلة كيتها هتموت ما حتم رققها كيكل احنا مساحة زي بتاعت المجرمين دي احنا ما دارينها بس الصعلوق بتاع مدرمان ده العامل فيها لا لا ذاته يتبلح يتبلب الغانون ده في نص مجتمعنا احنا ما دارينه الجيش راضي عنه الجيش تمي شغل معاه كان شغال له وغواصة وكان شغال له ونسباح احنا ما عندنا شغالة بالمناسبة احنا البلد ما بتتبني على الناس الاخلاق زي ديل ما بتنفع معنا ما عندك حضور بعدين يا كيكل اسمع انا بقول لك كلام عديل انا جاي مهاجمك من اربع التياهات يا كيكل محاصرك في مدني ومهاجمك من اربع التياهات اتا هتعمل شنو هتشتغل معايب المضط هتعمل شنو مدافع طويلة المدى ممتاز 25 كيلو 7 كيلو 8 كيلو دقيتني في المناقل ودقيتني في المدينة عرب ودقيتني في فداسي ودقيتني هناك في حنتوب ممتاز بعد ما تدقنا الدانات بتاعتك دي حتكمل ولا ما حتكمل بتقدر تصنط باكم يوم يا كيكل الدعام القاعدين جوا بعدين يقول ليك هصرفة الغيادات بتاعتهم هربت دا الولد غسان كان معلق لي كدو يا دات الدعم السريع كلها هربت قلت اول نفترض انها هربت تعال نفترض انها ما هربت ان حمدتي زاتو قاعد معاك في الجزيرة في مدني جيب حمدتي وعبدالرحيم وفاغنر والمخابرات الإماراتية والجيش الإماراتي تعالوا وقعدوا في مدني هس تعالوا وقعدوا يشربو شايفي السوق بتاع مدني تعالوا نفكر نتخارج من الحاجة دي ما انت ممكن تكون مسجون مسجون والغيود بتاعتك من الماز ودهب حتستفيد باشنو انت مسجون قاعد معاهم كيكل قاعد معاهم حمدتي ما مسجونين حياملوا شنو السؤال حتجيبوا زخيرة من وين ما عندك طريقة تصبها زخيرة يبقى مدافعك ومسيراتك دي حتدقبها الجيش كم دانة حتضربة في الجيش ما انا جربتك في مدرمان انا لما انقطعت ليك الكبرى بتاع الشنبات قاعدت شهور بتابع فيك خطوة خطوة حاصرت ليك المصفى المصفى انا الوقت داك ماها باشتوه انا كنت محاصر اي عربية تطلع من المصفى ببلها عملتلك ازمة بتاع الوقوت الله دا ما عزيز في السماء يا اخوانا الليل انا بفاوض اشتري لي الرباعي في شرقانليل اعيد ليكم الدعامة ما بيع بيعه في الكلاشات الله دا ما عزيز في السماء لو لا الوضع الامني خلي المصفى دي يعلنه هس في الفترة القريبة دي انا هطلع لكم فيديوهات وصور من شرقانليل بيعوا شراء النازل بيعملوا في سوق عديب والله عرضين رباعي للبيع الدعامة وقسم بالله العظيم بيبيعوا في الرباعي ووصلوا مرحلة اعمل باشنو الرباعي ما ما في زخيرة ما في زخيرة يضرب الرباعي دا دق باشنو ما في زخيرة انا كاعتين ما معاك فوق وتحت انا شغال معاك براحة براحة محافظ على المؤسسات بتاتي محافظ على حاجات كتيرة جدا هس في الجزيرة اللي وقاعد كيكل وقاعد ججة وقاعد البيش للمش اكبر قادة عندهم للمش الكهنة الكبار في الدعم السريع وقاعدين في الجزيرة لو جينا احنا الليلة دولنا فيهم في توقيت واحد ساعة صفر الساعة واحدة بالليل دولنا فيهم دقت في ولاية الجزيرة ودولنا فيهم طيران بس الطيران خلي بالجنبه كده اصبر خلي الطيران انا دقيت فكرة انت مفروض يكون عندك زخيرة مضادة تدافع عن نفسك صح يا كاكل الزخيرة دي كم دال عندك انا جاي اقبل اربع اتجاهت ما انا محماشين في توقيت واحد احنا عندنا حتة معينة مفروض نصلة سوا الناس حسي بتقول لنا متحركاتكم في الجزيرة ماشا غالا في متحركات زي الجهة بتاع السنار اخوانا سنار الدعم السريع شغال اسس روحه كويس بزرع المنطقة بتاعت السكر دي كلها الغام كده اقول لي بياتوا منطقة مشانا افجر التأسير بتاعي ده فداءا لك انت تمنو انت ما هداك اللغم قدامينا ما مفروض اطلع اللغم ده وامشي الموضوع ده اخرني ما اخلا نمشي في التوقيت واحد مع ناسا القضارف متحركين ما عندهن الحاجة المواجهاني وزيدكم في الشعر بيت المناطق تدخلت الليلة القوات المسلحة قالوا من الجيش ده فتحوا من فتحوا باب الجيش منفتحوا باب الجيش الليلة الانتصارات في يوم واحد زيدي تحقق في محاور أربعة أو خمسة محاور في توقيت واحد في ولاة الجزيرة في مدرمان في سلاح الإشارة في الكدرو في المصفى قالوا السودان ما حصل مرة أعمل حاجة هذه العادو قاعد ينسحب ده ما شغل الإله إحنا قاعدين نعمل بنقدر عليه ناسين إنه ربنا موجود وإنه العادو اللي بهناك ده بالمناسبة إخوانا ما قفل هو دي قدرة الدعم السريح إحنا كماما ما تظلموا الدعامة إخوانا دي قدرة ده علمهم ده فهمهم دي للناس اللي شاورون شاوروا مجرمين المجرم ما عنده ارتباط بالسودان شاوروا خوانا جابوا ليون استفاف سياسي دي الكلب اللي اسمه خالد سليك ده قال لي لها خالد